نحن الآن في مستشفى الأمير بمدينة قعطبة بمحافظة الضالع بالتحديد في غرفة العمليات حيث يقوم الأطباء الآن بإنقاذ حياة أحد الأفراد الذين كانوا يتواجدون فوق السيارة التي تم استهدافها في العبوة الناسفة ظهر اليوم في هذا المستشفى مجموعة من الجرحة وفي مستشفيات أخرى أيضا يتواجد الكثير من الجرحة فيما سيقبر أو سيدفن بعد قليل أكثر من 12 شهيدا قضوا في هذا الانفجار الذي طال مدنيين كانوا متجهين إلى مدينة قعطبة أثناء خروجهم من مزرعة القات كما تشاهدون في الصورة كادر طبي يقوم بإنقاذ حياة هذا الشخص المدني الذي لا يحمل البندوقية وإنما هم مدنيين يحلمون بالأمن والسلام محمد مريسي قناة بالقيس من مديرية قعطبة محافرة الظالع